السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد على قناة استاذينات. اليوم ان شاء الله هنشوفوا درس اه القوة انواع القوة. هو درس مقرر بالمستوى الثالث مرجع الواضح في النشاط العلمي. اذا نبدو على بركة الله. بنسبة اول شيء هنا اه بعد مطالبة التلاميذ بملاحظة الصورة. اذا هنا يمكن نوضع واحد 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 الافتراض واحد الاليبوتز فرادية. اذا هنا مثلا لانا الاطفل كيكون مازال مخدميش معهم منتز. هدا بالنسبة مثلا القوة اللي كنت تمارس لنا يا نقرب انه مثلا المحرك هو الذي يجره المحرات. ممكن مثلا كل التلميذ ممكن يعطيونا اي الاجوبة كاملة نقبلوهم هنا. ممكن لنا نرفضوا اي جواب وكن ندونوه الاجوبة على الصبورة. لجانب من الصبورة. وكمشوا ندخلو الدرس كنعملو التجارب. ونحن ماشيين. اذا نمشيو هنا يا بنسبة الاختيبار مسلا بدنا كنعملو التجابلة. اللي لاحظنا هذه الصورة. مثلا كنلاحظو لجر القلم. اذا هنا عندنا قلم وعندنا الخيط. لجر القلم يجب ان امسك الخيط بيادي. ذرا هنا اذا اربطت واحد الخيط بالقلم. ولو لابدت نجر القلم طبعا خستي نشد الخيط بيد ان امسك الخيط بيادي. تتطلب قوة جر القلم. نتطلب لنا قوة تماث. نأخذ واحد تماث. جر القلم تماث يادي مع الخيط. وتسمى قوة ميكانيكية هذه القوة التي تتم عن طريق التمس نسميها قوة ميكانيكية بالنسبة للسؤال الثاني الصورة الثانية يجب الميغناطيس يجذب الميغناطيس الميغناطيس بدون تمس معه يمكن جينزل الميغناطيس خلال قوة ميغناطيسية قوة مغناطيسية تجرب المستارة المحكوكة قطعة الوراقية بدون لمسها نضع المستارة على طاولة نضع الأوراق مقطعة ونجذبها قطعة الأوراق تمارس المستارة المحكوكة على القطعة الوراقية قوة عن بعد القوة تسمى مغناطيسية وانما تسمى قوة كهربائية قوة التاماز كالقوة الميكانيكية لدفع الأجسام او جرية تسمى قوة التاماز كالقوة الميكانيكية لدفع الأجسام او جرية هنا القوة عن بعد بحال القوة المغناطيسية والكهربائية والجاء ثيبية نسمى قوة عن بعد بالنسبة للإستثمار نضع نفاخة منفوخة من قميص نضع نفاخة ونضع القميص ثم اقربها من كوريات صغيرة من ورق الأليمنيوم نضع الورق الأليمنيوم ونقوم بقوة الكويرات صغيرة وننزلهم لاحظ تتراقص الكويرات صعودا وهبطا نضع القميصة تحت تأثير النفاخ المحكوكة بفعل القوة الكهربائية وهي قوة عن بعد نسمى قوة كهربائية قوة عن بعد نضع القميصة ونضع القميصة ونضع القميصة بالنسبة للحصة الموالية ترى صورة وهي الأرجوحة لنابضين كيف أفسر تغير طول النابض وهذا كيف نفسره ما زالك يجلس شي واحد هناك يتغير طول تطبقه فلنجز المناولات التالية واملأ الفراغ نضع نضع القميصة تطبيقه حتى تنقوم بفعل لك ونقصه في حالة الضغط ونقصه في حالة الضغط ونقصه في حالة الضغط ربنا هنا استنتاج عندما ازيل الضغط يمارس النعرض قوة نحو الخارج ويستعيد طوله في حالة السكون عندما ازيل الضغط يمارس النعبد قوة نحو الخارج عندما ازيل الشد يمارس النابض قوة نحو الداخل قبل اكتلنا نحو خارج هنا نحو الداخل فيستعيد طوله في حالة السكون اذا احنا نجيو للنتيجة انه عندما يكون النابض منضغطا يعني من اللي كان نطع ليه كان برك عليه مزيان فانه يمارس قوة نحو الخارج عندما يكون النابض مشتودا فانه يمارس قوة نحو الداخل اذا هنا بالنسبة للستثمار دائما في اخر الحسه يكون لدينا استثمار اذا احدد دور نابض في قلم الحبر الجيف يلا اخذينا هذا القلم اذا جميع الاغلبية للنسل ان يستعملوا هذا الاقلم اللي شفنا المكونات دياله اذا هنا احدد دور نابض في قلم الحبر الجيف هذا شنو الدور دياله لاخراج رأسه ينضغط النابض بداخله والعكس عندما اضغط على زر القلم لادخال رأسه يستعيد نابض طوله في حالة السكون اذا نوعيد عندما اضغط على زر القلم لاخراج رأسه ينضغط النابض بداخله يعني هاد من اللي كان برك على هاد الراس كان برك عليه باش نخرج الراس دياله فهاد النابض هذا كين ينضغط في الداخل يعني كيدغط عندما اضغط على زر القلم لاخراج رأسي يستعيد نابض طوله في حالة السكون اذا كيرجع الحالة دياله العادية اذا بهذا اكون قد انهيت هذا الفيديو نتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون اعجبكم وبالنسبة للاجابة انا حاولت انجاوب لكم حتى على الاسئلة اذا عندكم اي استفسار فيمكن لكم تخليولي اياه اسفل الفيديو في التعاليق والى فيديو اخر بحول الله اشتركوا في القناة